اشتركوا في القناة نحكي توقعات اسبوع والتوقعات هاي اللي احنا منعملها هي بتغني عن توقعات شهر لانه منحكي فيها حركة الكواكب ككل طبعا اللي ما بهمه المقدم هاي يسمع اخر ثلث من الحلقة لانه هي اللي بتحكي عن توقعات الاسبوع بالتفصيل الاسبوعي ولكن الجزء الاول احنا منحكي فيه عن موضوع اللي هو الحركة الفلكية ككل خلو المسار احنا ما منذكره يعني لغناه من الحلقة صرنا نحطه في صندوق الوصف للشهر كامل يعني بتقدر ترجع انت للشهر كامل تعرف في اي يوم بدكية في الشهر عن خلو المسار بتعرف خلو المسار والخلو المسار اشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبدأوا مشاريع او خطبة او زواج او عمل مهم لانه فترة خلو المسار هي فترة سلبية جدا بتهدد بفشل هاي الامور او عركستها واحداث بعض الاعطال فيها او اشياء سلبية ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير اما بالنسبة لحركة القمر خلال هذا الاسبوع فعنا اول اشي امتداء من يوم امس الاربعة القمر موجود في الجوزاء وراح يستمر فيه لمنتصف ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين رح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بصير في الاسد وبستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الاربعة وبعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الاربعة ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا احداث خلال هذا الاسبوع خمس احداث اساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا اول حدث اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو احنا ذكرناها الاسبوع الماضي نبهنا لالها والاسبوع هذا بنعود بنرجع من عيدها لانها هي من اخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعالتفجيرات وعلى الحريق وعالنار وعالانقلابات ثورات امور لها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل معنا من هولا نهاية السنة هاي الزاوية رح ترجع مرة ثانية يعني بعد ما تنتهي تنفك فيه تراجع للمريخ رح يحدث بالفترة القادمة واثناء تراجع برضو بده ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على انه فترة من هون لنهاية السنة فيه احداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب او اشياء لها علاقة بتهديدات حربية او اشياء وبنتمنى انه ما يصيرش ولا اي اشي من اللي احنا بنذكره يوم خمسطعش الشهر عنا تراجع لأورانوس رح يبدأ أورانوس بعملية المراجعة وعملية التراجع هاي بتدوم تقريبا فترة الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الافراد ضد الاهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاء الانجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على انه الفترة القادمة في احداث رح تكون الها علاقة بالوضع السياسي والاحداث المفاجئة اما بالنسبة ليوم 16 يوم 16 في عنا زاوية تثليث ايجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهاي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الاحداث اللي رح تصير يعني الشمس احنا حكينا انه هي الها علاقة بالقيادات وبالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وانها مع المريخ برضو اه علاقة بالجيش وعلاقة بالحرب وعلاقة بالنيران ففي دول رح تصدر قرارات او قرارات يكون فيها اشياء حاسمة وممكن انه تبلور او اتوضح ايش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل اكبر أما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو عشرين الشهر حكينا أنه عطارد رح ينتقل يعني إلى برج العذراء في ساعات الفجر وهي من الأشياء الإيجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجيا لأنه هذا كوكب متحكم فيه أساسا ويوم اثنين وعشرين الشهر اللي هو يوم السبت فطبعا إحنا من المفروض نحكي ليوم الجمعة ولكن نذكر يوم السبت اللي هو اثنين وعشرين الشهر اللي هي الشمس بتنتقل وبتصير في العذراء في أول درجاتها وهاي الشغلات الإيجابية أنه من هون ببلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم اثنين وعشرين الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه أنه الأمور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلادك وبرضه بترافق وجود القمر في بيت حليف لا إلك معناته اعرف أنه هون بلشت سنتك وبلشت الأحداث الإيجابية اللي تعطيك الإيجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى آخر أنه أحداث الأسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودة وبين نحوسة في أشياء إيجابية في أشياء لها علاقة بالقرارات وبرضه في أشياء لها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا أنا بالنسبة لي الجميع متعود أني أنا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة مش أني ما بعرف لأ أنا بعرف لأن كل دولة لها برج وبرجها بتحكم فيها مثل ما بتحكم برجها البرج فيك أنت عشان أنت تعرف برج الدولة اللي أنت عايش فيها أو أي دولة أنت بدك تهتم فيها بتعرف تاريخ تأسيسها أو تاريخ عيد استقلالها أو العيد الوطني تاعها فمن خلال تاريخ ميلادها أو تاريخ تأسيسها هذا هو البرج الخاص في هاي الدولة فإذا حكينا في الأبراج اليومية أنه فيه سلبية على هذا البرج اعرف أنه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج إذا حكينا الكوكب دخوله بعمل إيجابية لهاي الدولة معناته بيعمل إيجابي لهذه الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفلك أما آجي أقول لك أنا في علم الفلك أنه فلان لفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بده يصير معاه هيك وأنا بدون ما أحسب له بس أن هيك بتوهم لأ هاي تحليلات سياسية باجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بده يهتم بتوقعات سياسية دائما يأخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف إيش نقاط الضعف فإذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث إذا في بيتك الرابع بيت البيت إيش إلو علاقة بالتمرد والشغلات السلبية إحنا بنحكي إذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الأطباء شغلات اللي زي هيك أو شغلات الهال مثلا بالعمل أو العلاقات الدولية هيك بتتحلل أو هيك بتنعرف توقعات السياسية للدول عشان ما نطول حكي لأنه في ناس ما بتحبش الرغي لكثير وعشان هيك الحلقة ما تصيرش مملة وإني أنا ببرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح على توقعاتنا الأسبوعية ونعرف تأثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الأسبوع لجميع الأبراج خلينا نبدأ الآن مع برج الميزان طبعا أول شيء رح نحكي عنه رح نحكي عن البيت الرابع لأنه هو أقرب شيء بالنسبة للكواكب وتواجدها بالنسبة لإلاء وبما أنه إحنا منحكي عن الجدي فشوي هو بسبب بعض الاضطرابات على مستوى البيت أو أحداث إلها علاقة في البيت أو إنجازات إلها علاقة في البيت أو مع العائلة أو بين العائلة أو أمور إلها علاقة بالعقارات أو إلها علاقة باستعجار بيت أو بيت جديد أو أمور إلها علاقة بالتواصل العائلي بشكل كبير يعني بمعنى أنه رح يكون في بعض الاهتمامات البيتية والعائلية بشكل أكبر خلال هذا الأسبوع أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا بنحكي عن نبتن نبتن اللي له تأثيرات على الوسوس له علاقة ببعض الاضطرابات على مستوى العمل بعض الشكوك في بعض الأشخاص اللي بيشتغلوا معاك أو المعاونين لا إلك وبرضو على مستوى الصحة بظلمة وسوس أو يعني شاكك في مرض معين أو تعب معين نفسيا مش مرتاح بيتقلب المزاج عندك ما بين إيجابي وسلبي على حسب الزوايا اللي بتتشكل ما بينها وبين نبتن أو القمر بشكلها مع نبتن أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى بيت الشراكي وهي هاي ما بين الأزواج أو شركاء المال أكثر إشي بتكون وبرضو على أمور لها علاقة بالمحاكم أو القضايا اللي بتيجي بشكل مفاجئ أهم إشي إنك أنت بالفترة هاي إنه تحاول تضبط عصابك تمتص طاقة الغضب اللي موجودة عند الزوج أو عند الشريك أو عندك حاول إنك ما تدخل بنقاشات عقيمة أو ما تكبر الأمور أو ما تخلي الأحداث إنها تأثر عليك فأنت تنفجر بعصبية أو بمواجهة يعني ممكن إنها بتكون فيها نوع من أنواع سلبي اللي عندهم قضايا قضائية بدهم يركزوا بشكل جيد على كل الوثائق وعلى كل الأحداث على كل المجريات ما يحاولوا إنهم يهملوا الموضوع لأن المواضيع هاي ممكن تنحسب ضدهم أو تنعكس القضية وتنقلب بطريقة عجيبة غريبة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا أورانوس اللي بيحدث بعض المفاجآت على مستوى الأوراق أو المعاملات أو الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فهاي شوي بتسبب لك بعض الإرباكات وخصوصا إنه بأمور بنك قرض مطالبات مالية أموال بتضيع منك نصابين شوية أشياء إلها علاقة بخسارة مبلغ معين أهم إش إنك بالفترة هاي ما تبالغ في أي شيء إلو علاقة بالمشاريع اللي بدون دراسة أو بدون استشارة أو استشارة الإختصاصيين في هذا الموضوع برضو بتحدث بعض المفاجآت على مستوى صحة أحد الأحبة أو أحد الأقارب أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة جيد جدا وبيدعمك على مستوى أمرين الأمر الأول بيعزز من سمعتك من مكانتك الاجتماعية بيعطي نوع من أنواع الشهرة أو الظهور أو يعني أشياء لها علاقة برتبة جديدة أو منصبة جديدة أو علاقة مع أشخاص ذو منصب عالي وبرضو في نفس اللحظة بتعزز الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيحاولوا يطوروا في مكان عملهم وبتعزز من علاقاتكو ما بينكو بين زملائكو أو رؤسائكو بالعمل بشكل كبير أما أخيرا مع بيتك 11 واللي هو العلاقة بعطارد والشمس اللي شوي متعاكسين واحد إيجابي واحد سلبي فعشان هيك بتحس ببعض الخربطة على مستوى علاقتك بالأصدقاء لحظات بتلاقي الأمور ممتازة في نوع من أنواع الإنسجام في نوع من أنواع التوافق في نوع من أنواع الراحة ولكن في لحظات بيصير في نوع من أنواع الإضطراب أو العصبية أو المشاكل أو المشاحنات ما بينك وبين أحد الأصدقاء وممكن شوي هيك تكون في مكاشف لمسألة معينة أو حوار لمسألة معينة وتحتد وتعصب أو يتقلب مزاجك الفترة هاي برضو بتحمل أشياء لها علاقة بالعلاقات الاجتماعية مثل مناسبات أو دعوات لحضور حفلة أو مناسبة ولكن في لحظات ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإحراج أو الاستياء من تصرف أحدهم في هاي المناسبة كمان بدك تنتبه أن الشمس الآن بتقترب لبيت متاعبك وهذا الإشي بيدخلك في اللي هي دوامة إحنا بنحكي عنها الشهر اللي بيكون صعب كثير فأنت لسه تتجهز وبتتهيأ لهاي المسألة وخصوصا ابتداء من يوم 22 الشهر لما الشمس تدخل على العذراء وهي دائما كل سنة بنفس الموعد هذا أنت دائما بتدخل في فترات صعبة أو أشياء فيها تعطيلات أو الأمور ما بتكون ماشية مثل ما بدك وصلنا للتوقعات الأسبوعية من عصر أمس الأربعاء القمر صار في الجوزاء حتى منتصف ليل يوم الجمعة على السبت رح يظل موجود فيها في الفترة هاي اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير في السرطان حتى صباح يوم الاثنين بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفاع أو الدفع بمصالحكم يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف أو بيتعاون معاك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح فهذه الفترة بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر من صباح يوم الاثنين القمر بصير في الأسد حتى صباح يوم الأربعاء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف الفترة هاي لقاء داعم لإلك أهمش أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي من صباح يوم الأربعاء القمر بصير بالعذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة بيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بسيطر التعب الشديد ممكن أنك تفكر في إلغاء المواعيد والابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين بتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للآمل طبعا لأن القمر موجود في بيت المتاعب من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الميزان يعني بمعنى آخر أن الأسبوع القادم هو الأسبوع الأمثل بالنسبة لإلك في كثير من الأحداث فمن ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الميزان فبتبدأوا فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء